أكد الرئيس الروسي فلادامير بوتين استعداد روسيا للحوار مع أوكرينيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية وأشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون إلى أن الرئيس بوتين اشترت للحوار مع كياب اعترافها باستقلال إقليم دونباس وقد بحث الرئيساني حسب بيان للكريملين قضايا إجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات واتهم بوتين متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وأشار بيان صادر عن فصل الإليزي إلى أن بوتين نفى لمكرون خلال المكالمة استهداف مدنيين في أوكرانيا مضيفا أن روسيا ستحقق أهدافها بالحرب أو عبر المفاوضات موسيقى من جهة أخرى قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن القوات الروسية دمرت مطار فلينيتسيا بالكامل وفي خطاب بثه التلفزيون الأوكرانية وجه زيلنسكي نداء للشعب الروسي طالبه فيه بالخروج إلى الشوارع للاحتجاج على العمليات العسكرية الروسية وإلا فإنه سيواجه الفقر والقمع وأكد زيلنسكي أن الروس شأنهم شأن الشعب الأوكراني أمام خيار بين الحياة والعبودية مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل به هجومها في اليوم الحادي عشر وتستعد لقصف ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يؤثر على الاستقرار العالمي وخلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الملدفية أشار بلينكين إلى أن واشنطن وشركاؤها الأوروبيون يبحثون حظر استيراد النفط الروسي سبب وجودنا هنا بادئ ذي بدء لأننا نتعامل مع هجوم وعدوان روسي قوي جدا له أثر كبير على الشعب الأوكراني رجالا ونساء وأطفالا الكثير منهم شاهدناهم بالأمس في حدود بولندا الكثير منهم ترونهم كل يوم هنا في جمهورية ملدفية الذين أجبروا على النزوح بسبب الحرب ولكن أيضا التداعيات المترتبة على النظام والأمن العالمي الذي عملنا لعقود طويلة لمحاولة الحفاظ عليه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون في باريس بعد غد وأشال برايس إلى أن الهدف من زيارة لينكين العاصمة الفرنسية هو موصلة تنسيق الرد بين البلدين على الهجوم الروسي على أوكرينيا أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي بأنه سيعمل مع الحلفاء الدوليين للحصول على مزيد من العتاد العسكري الدفاعي بهدف مساعدة أوكرينيا في التصدي للهجوم الروسي جاء ذلك في بيان لمكتب جونسون وأشار البيان إلى أن الاتصال بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأوكراني شهد بحث الاحتياجات الملحة للقوات المسلحة الأوكرانية حثت وزارة الدفاع البريطانية المواطنين البريطانيين على عدم التوجه إلى أوكرينيا للقتال ضد روسيا جاء ذلك على لسان قائد القوات المسلحة البريطانية توني راداكن والذي أشار إلى أن مثل هذا الأمر غير قانوني لافتا إلى أنه غير مفيد بالنسبة للجاش البريطاني ولسكان المملكة المتحدة داعيا إلى دعم أوكرانيا بطرق أخرى من داخل بريطانيا قالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن روسيا على علم بجاهزية أوكرينيا لأي هجوم إلكتروني موضحة أنه لا يوجد خطر لهجوم إلكتروني حقيقي ضد أوكرينيا وأضافت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن باريس فتحت منذ الرابع من مارس الغاري خط اتصال ساخن مع الجيش الروسي لافتة إلى قيام روسيا بتنصيب منظومة صواريق S-400 على الحدود الشمالية لأوروبا حذرت روسيا البلدان المجاورة لأوكرينيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية متهمة رومينيا باستماح بهبوط تلك المقاتلات وفي بيان عبر الفيديو قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيدوار كوناشينكوف إنه من الممكن اعتبار استخدام شبكة المطارات في البلدان المجاورة لأوكرينيا ضد القوات الروسية تورطا لهذه البلدان في نزاع مسلح وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مطار فينيتسيا وسط أوكرينيا معللة ذلك بكونه مطارا عسكريا وأوضحت الدفاع الروسية أنه عبر قصف المطار تم تعطيل مقاتلات أوكرينية مشيرة إلى أن استخدام المقاتلات الأوكرينيات لمطارات دون أخرى يعتبر مشاركة من هذا الصراع أفادت وكالة رويترز للأنباء بقيام جنود أوكرينيين بتعزيز الدفاعات حول العاصمة الأوكرينية كياب وحفر الخنادق وإغلاق الطرق يأتي ذلك في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المناطق المحيطة بكياب من جهة الأخرى اتهمت سلطات مدينة خاركياب الأوكرينية روسيا باستهداف مركز يضم مختبرا نوويا إلى ذلك قالت السلطات المحلية في مدينة ماريبول الأوكرينية إن قافلة سيارات نقل أو نقل أشخاص يجري إجلاؤها لم تتمكن من مغادرة المدينة وأشارت إلى مواصلة القوات الروسية عمليات القصف ترجمة نانسي قنقر قالت بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 364 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي فيما أصيب 759 أخرون وأضافت الأرقام المتعلقة بالضحايا حتى الخامسي من مارس 13 وفاة و 52 إصابة إلى الخسائر التي سجلها مراقبون من مكتب مفاوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس السبت قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إن العاملين في محطة زابورجيا للطاقة النووية يواصلون تشغيلها لكن الإدارة تخضع الآن لأوامر قائد القوات الروسية التي استولت عليها الأسبوع الماضي وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي في بيان إن القوات الروسية قطعت بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت مما عقد الاتصالات مع المحطة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إلى وقف القتال في أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج من مدن ماريوبول وخارتياف وسومي وأشار جوتاريش في تغريدة الأهوة عبر موقع تويتر إلى ضرورة وقف القتال بهدف تمكين الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة من الوصول إلى ما يحتاج إليها في أوكرانيا أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فشل المحاولة الثانية لإجلاء ما يصل إلى 200 ألف شخص في مدينة ماريوبول الأوكرانية وأشار الصليب الأحمر إلى أن ذلك يرجع إلى عدم وجود اتفاق مفصل وفعال بين أطراف النزاع وأكدت اللجنة الدولية في بيان لها أنها تعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف حول الممر الآمن للمدنيين بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا وغير متحيز حذرت الأمم المتحدة من أن عدد اللاجئين الفارين من الهجوم الروسي على أوكرينيا تجاوز 1.5 مليون ما يخلق أزمة الجوء تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانو مع انقلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية أعلنت شرطة الحدود الرومانية أن أكثر من 227 ألف أوكراني دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية كما غادر أكثر من 15 ألفا منهم البلاد بالفعل ونقلت وسائل أعلام عن الرئيس الروماني كلاوس يوهانس قوله خلال زيارة إلى الحدود الشمالية للبلاد إنه لن يتم منع أي أوكراني من الدخول إلى رومينيا مشيرا إلى أن السلطات الرومانية تعتقد أن الوضع سيستمر لفترة أطول أعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تستطيع فتح أبواب المملكة المتحدة بعد تعرضها لانتقادات من باريس بالافتقار إلى الإنسانية تجاه لاجئين أوكرانيين أعدتهم إلى ميناء كالي وحاول حوالي 150 أوكرانيون للتحاق بعائلاتهم بعدما فروا من العملية العسكرية الروسية في أوكرينيا ولكن طلبت منهم السلطات البريطانية العودة والذهاب إلى باريس أو بروكسل للحصول على تأشيرات في القنصلية وبسبب هذا الوضع منذ أيام بين الخلاف بين لندن وباريس التي توترت علاقتهما بسبب قضية عبور المهاجرين غير الشرعيين وقع رئيس الروسي بلادمير بوتين مرسوما يسمح بسداد المدفعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية وبمقتدر المرسوم سوف تتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الاعتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا هذا وأعلنت روسيا بالتزامها بدفع السندات الروسية بالكامل في الوقت المناسب مؤكدة أيضا على أن مدفعات الديون للسكان في الخارج ستعتمد على القيود المفروضة من الدول الأجنبية قالت هيئة السكاك الحديدية الأوكرانية أنها مستعدة لتنظيم الصدرات الزراعية عن طريق السكاك الحديدية على نحو عاجل بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية وقالت الهيئة الأوكرانية أنها قد تنقل الحبوب لحدودها مع رومانيا والمغر والسوفاكيا وفولندا حيث يمكن تسكيم الحبوب إلى الموانئ والمراكز اللوجستية في الدول الأوروبية وتعد أوكرانيا إحدى الدول الرئيسية في الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى العالم تصدر الحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية عن طريق السفن قررت النمسا وقف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا هذا وقررت شركة النفط النمساوية الحكومية OMV عقب اجتماع لمجلس إدارتها شطب استثمارات في روسيا تتراوح قيمتها ما بين 500 و 800 مليون يورو أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات فيزا وماستر كارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل مشيرا إلى أن العقوبات لن تؤثر على ذلك وأوضح المركزي الروسي أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية لذلك فإن العقوبات لن تؤثر والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام فيزا وماستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة بما في ذلك في المتاجر الإلكترونية الأجنبية مؤكدا أنه في حال السفر إلى الخارج يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني خفضت وكالة موديز التصنيفية أو للتصنيف الاعتماني تصنيف روسيا الإنمائي إلى سي إي وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون وأكدت وكالة مدرز أن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد الكزامات الديون وأضافت أنه بمستوى التصنيف سي إي تتراوح توقعات التعافي بين 35% و60% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة